ده ياخدنا بقى لنسب الشفاء العالمية الأول ونحاول نقارنها كده بنسب الشفاء اللي موجودة مش هتكلم في مصر هتكلم على معاد الأورام بص حضرك هو موضوع نسب الشفاء ده يعني موضوع شوية معقد ليه؟ لأن الأورام مش زي بعضها والدرجات الأورام مش زي بعضها درجة أولى غير درجة تانية غير درجة تالتة غير درجة ربع النسب في الدرجة الأولى والتانية نسب الشفاء العالمية يعني بقت من 70% للتسعين في المائة ودي نسب طبعا عالية جدا وفي نفس الوقت هي دي النسب عندنا في مصر المرحلة التالتة والربعة النسب دي طبعا بتقل لـ 30% وساعات 25% مشكلتنا هنا زي ما قلت لحضرتك إن المرض بيكتشف في مراحل متأخرة إن الناس برا عندها وعي أكتر إنه أول ما يحس بحاجة إنه ييجي إنه عندهم وعي أكتر إنه لأ أنا هروح أتطمن على نفسي أنا هعمل تشيك أب أنا مدخن أنا هشوف الرئة بتاعتي فكل ما بيكتشف الورم بدري كل ما نسب الشفاء بتاعته بتبقى عالية جدا إحنا لسه في مصر متأخرين في اكتشاف الورم بدري طيب لو إحنا مش عايزين نيجي معد الأورام ولا نخش تنصحي الناس بإيه تقول لهم إيه علشان يعني ربنا يحميهم كلهم وما يروحوش معد الأورام يعيش حياة صحية يبعد عن التدخين يبعد عن الشيشة اللي هي الناس بتعتبرها أقلم التدخين بكتير وده مش حقيقة أضرارها زي أضرار التدخين بالزبط التلوص طبعا فيه حاجات كتيرة جدت على مجتمعنا ومش في مصر بس في العالم كله التكنولوجي أو التمدن أو التحضر بيبقى دايما مصاحب خلت فيه حياة كده مش بس الأورام أمراض كتير يعني السمنة أمراض القلب أمراض ارتفاع ضغط الدم أكلنا برضو ما بناخدش بالنا من الأكل ما بناخدش بالنا من مواد الحفظة يعني ما بناخدش بالنا من بنأكل ولدنا إيه فكل ما البني قدم اتجه له ولعيلته للأكل الصحي للأكل الفرش للحياة البسيطة السهلة كل ما بيبعد بنفسه مش بس على الأورام عن كل الأمراض حقيقي أنا حضم صوتي لصوت حضرتك لأن احنا شعار برنامجنا هنعيشها صح ودايما بنتكلم على كل الحاجات اللي حضرتك قلتيها يعني هي مش بس حيب وعايشين حياة صحية جميلة وخالية من الأمراض لأ هي هتمنع عنهم أمراض كتير احنا عندنا حضرتك زكارتي قصة الكشف المبكر هل في حمالات توعية للكشف المبكر عن السرطان أو عن الأورام طبعا احنا وحدة الاكتشاف المبكر عندنا بدأت من حوالي 6 أو 7 سنين عملنا محاضرات في كذا مكان تقريبا في الوادي الجديد وفي شلاتين وفي حي الأصمارات هنا في القاهرة أول ما الحي ده أنشئ بنعمل محاضرات وبنعمل توعية وبنعرف بدور المعهد فإن أنت ممكن تيجي في يوم واحد وتتطمن على نفسك وتروح مش هيكلفك كتير بنحاول نطور طبعا وحدة الاكتشاف المبكر أنها ما تبقاش بس لسرطان السادي أو للسيدات أو لكده أنها تتضمن كل الحاجات اللي أنا قلت الحقيقة عليها اللي هي سهل اكتشافها وبتبقى بأجهزة بسيطة جدا وما بيبقاش يعني زي ما بيقول كده تعب على الإنسان لأنه برضو لو أنا جبت واحد وقلت له تعالى عمل لك منظر ورانين وحيقول لك لا أنا مش هروح لكن لو قلت له أنت خلال خمس دقايق عشر دقايق بتحليل دم بأشعة إكس راي مش هتاخد منك دقيقتين ده اللي بيشجع الناس إنها تروح وتطمن على نفسها مش هيحس إنه رايح عملية يعني أي بالزبط يصوم بالليل وما يصومش بالليل وزي ما بقول حيك ده الرولز بتاعة السكرينينج في العالم كله إزاي تعمل سكرينينج بتكلفة قليلة في وقت قليل وفي نفس الوقت ده تقدر تكتشف المرض في مراحله الأولى